مشاهدين جواء حرى درجات حرى قياسية مرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة ستسرل درجات الحرى القصوى إلى ذروتها خاصة يومي الأربعاء والخميس إن شاء الله يعني يوم غد الأربعاء ستتعدى عتبة 35 درجة مئوية تحت الظل ويمكن أن تصل إلى غاية 37 درجة مئوية تحت الظل بشمل البلاد و45 درجة على المناطق الجنوبية سنشوفوا التفاصيل يعني أجواء صيفية راح نسجلوها خلال الساعات القليلة المقبلة واخذ توزيع الكتل الهوائية بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة نلاحظوا لون أحمر قاتم ميل السواد روي ميز جل المناطق الجنوبية وحتى على المناطق الشمالية وعليه فإن درجات الحرارة إن شاء الله ستتراوح ما بين حوالي 30 إلى غاية 37 درجة كما نلاحظوا في الصورة عبر مختلف المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية بالخصوص يعني الهواء الساخن ودرجات الحرارة القياسية ستسجل على غرب ووسط البلاد للمدن الساحلية وحتى المدن الداخلية بالنسبة لشرق البلاد تكون ما بين 30 إلى غاية 32 درجة فقط أما الجنوب الجزائر اللحظة كتلة هوائية جد حارة بـ 45 درجة مئوية تحت الظيل تسجل على مدينة بشار بن عباس تيندوف إنسالة أدرا إنجزان بورج بجي مختار ورقلان مغير توقرت ولا الجلال كذلك بسكر المال منيعة أقول غردايا وأتيمي مون يعني أجواء جد حارة تخص جل المناطق الجنوبية للبلاد بدون استثناء وهذا بالنسبة للظاهرة يعني من ظاهرة يوم الأربعة إلى غاية ظاهرة يوم الجمعة تقص الحار حيخص جل ولايات الوطن بدون استثناء بالنسبة لفترة الصابحة والفترة الليلية هي الأخرى درجات الحارة رح تكون مرتفعة بكثير رح تكون ما بين حوالي 15 حتى 20 درجة سجلوها أو 21 درجة ستسجل على جل المناطق الشمالية للبلاد وجنوب البلاد ما بين 20 إلى 25 إلى 27 درجة إن شاء الله بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية يعني طيلة اليوم الأجواء تكون حارة إلى غاية الفترة الليلية والذر ورح تكون ما بين منتصف النهار إلى غاية الساعة الرابعة أو الخمسة مساء إن شاء الله يعني نلاحظوا مشاهدين السواحد كذلك معنية بالارتفاع القياسي في درجات الحارة القصوى تكون ما بين 30 حتى 35 درجة والمدن الداخلية ما بين 36 حتى 37 درجة وتتعدها بمدينة تشلف مع سكر غيريزان وسيدي بالعباز حتى سعيدة واتيارت كما نلاحظوا في الصورة الآن مشاهدين وحشوفوا توقعات طويلة المدى هل ستستمر للكتلة الهوية الحارة خلال أيام المقبلة وهذا حسب خارة الضغط الجوي بداية من يوم غد الأربع على غاية يوم الجمعة الخامس من شهر ماي إن شاء الله نلاحظوا مرتفع قوي يستمر في السيطرة على أجزاء واسعة من مختلف ولايات الوطن حتى دول حوض البحر الأبيض المتوسط كما نلاحظوا في الصورة إلى غاية بداية الشهر المقبل إن شاء الله تستمر الأجواء الحارة لتسيطر على جل ولايات الوطن مع تشكل خلايا رعدية بسبب تمركز التقاء هواء أقول ساخن مع هواء رطب شمالي مع هواء ساخن جنوبي حيخلي يكون هناك نشط كبير لخلايا رعدية على شمال الصحراء إن شاء الله وكذلك الجنوب الغربي خلال بداية الشهر المقبل إن شاء الله على العموب بالنسبة لدرجات الحارة القصوى تبقى دايما مرتفعة وتبقى دايما نوعا ما قياسية تسجل على خاصة الجهة الغربية للبلاد الجنوبية وحتى شمالية للبلاد يعني وعليه استمرار تمركز مرتفع قوي لضغط الجوي على حوض البحر الأبيض المتوسط وسيطرته على مختلف ولايات الوطن حيخلي درجات الحارة القصوى تبقى دايما مرتفعة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله الآن نمر إلى حالة البحر كم الأجوار ستكون نوعا ما أقول لمشاهدين الصيفية في عصفص للربيع والآخر سيكون بحر هادئ يعني استقرار في مراكز الضغط الجوي رياح ستكون ضعيفة سرعتها ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة بحر هادئ وجميل نلاحظه في الصورة إلى غاية يوم الجمعة إن شاء الله ورياح ستكون شمالية شرقية تماما على طول الشريط الساهلي تقص مستقر حار بحر هادئ أجواء نقدر نقول لها صيفية مشاهدين راهي تعرفها جلو ولايات الوطن بدون استثناء بهذا مشاهدين أصل لطي ورقة حوال التقص نعود الآن إلى رضا الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسيبة يومك موفق